بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أحبتي في الله الحقيقة بكل معنى الكلمة نعيش اليوم في عصر مظلم للأسف الشيطان تعهد أن يضل هؤلاء الناس عندما طرد من الجنة بعد رفضه السجود لآدم عليه السلام ماذا فعل قال ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينة الحقيقة أيها الأحبة هذا الوعد طبقه إبليس اليوم والقرآن تنبأ بذلك قال تبارك وتعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا إلا فريقا من المؤمنين إذن هذا الإبليس أضل الناس وجعلهم يغيرون خلق الله من خلال ما يسمى بأبحاث الجينات التي سنتحدث عنها اليوم والقرآن تنبأ بذلك ولقد صدق عليهم إبليس ظنه سبحان الله يعني القرآن أعطاك قول إبليس وما سيفعله وتنبأ بذلك وحذرك منه ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينة خسران واضح إذن أيها الأحبة اليوم هناك عمليات تحويل الذكور إلى إناث والعكس للأسف هذا الأمر تم بوحي من الشيطان وبوسوسة منه لأنه تعهد بذلك الله تبارك وتعالى ماذا قال أيها الأحبة يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورة أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصة طبعا أيها الأحبة الحقيقة اليوم أحببت أن أتحدث معكم عن الأساليب التي يستخدمها هذا الشيطان للإفساد في الأرض ولإضال الناس قال لآمرنهم يعني هناك الشيطان يتحكم اليوم أيها الأحبة بهؤلاء الضالين ينبغي أن ننتبه يعني الله تعالى قال في كتابه الكريم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو ماذا يعني أن هناك شخص أمامك عدو لك ويأمرك أن تتخذه عدوا هل تغفله هل تهمل هذا المخلوق من حولك أم تأخذ احتياطات تأخذ محاذير يعني احتياطات لكي تنجو بنفسك من شره الله يأمرنا يقول فاتخذوه عدوا يعني كم واحد مننا اليوم في حياته يحذر الشيطان كم واحد قليل جدا لأن الثقافة اليوم اختلفت أيها الأحبة الثقافتنا اليوم أصبحت بعيدة كليا عن كتاب الله تبارك وتعالى في قصة سيدنا يوسف عليه السلام عندما قص على أبيه أنه رأى أحد عشر كوكبا مباشرة قال الأب له يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين إن الشيطان اذهبوا إلى آخر القصة آخر قصة يوسف عليه السلام عندما رفع أبوه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا كذا كذا قال سيدنا يوسف من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي لم يرد الضلال أو الإضلال إلى الأخوة والمكر والخديعة بل قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي هل نستطيع أن نستنتج أنه إذا كان لديك مشكلة مع أخيك فهذا يعني أن هناك شيطان يتدخل يعني هل نفعل هذه الثقافة مثلا هل أجد عذرا لأخي عندما يخطئ معي حتى لو أراد بي شرا وأذهب بتفكيري باتجاه الشيطان الذي هو ينزغ والذي هو يوسوس ويضل إذن هذا ما ينبغي أن نحذر منه أيها الأحبة في كل لحظة انظروا إلى السلوك النبي صلى الله عليه وسلم في كل حياته كان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في الطعام في الشراب عندما يأتي أهله عندما يدخل إلى دورة المياه إلى الخلاء عندما يريد أن يفعل كثير من الأعمال كان يستعيذ بالله من شر الشيطان إذن لكي تصبح سعيدا في حياتك فقط ينبغي أن تحذر هذا الشيطان وتعمل له حسابا وفي أي مشكلة تصادفك أي شخص يسيء لك أو يمكر بك أو أي مشكلة تعترضك ابن قد يعقك أو أخ قد يؤذيك أو جار قد يصيبك بأذى إلى آخره يجب أن تدخل في حساباتك هذا الشيطان لأن الله يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا اتخذوه يعني اعمل حساباتك واحتياطاتك ووجه تفكيرك باتجاه هذا الشيطان هذا الأمر أيها الأحبة سيؤدي بك إلى نوع من أنواع السعادة لن تشعر به إلا إذا سلكت هذا الطريق سيدنا يوسف على الرغم من أنهم ألقوه في غيابة الجب على الرغم من أنهم أضروا به كثيرا وحتى اتهموه بالسرقة إن يسرق فقد سرق أخ الله من قبل فعلوا الكثير على الرغم من ذلك في نهاية القصة الرائعة التي سماها الله أحسن القصص أغفر أو عفع أو صفح عن إخوته واعتبر أن الشيطان هو السبب لم يقل لهم أنتم لماذا فعلتم كذا أنتم سبب المشاكل أنتم سبب البلاء أنتم تصور أنت كل يوم كم تقول هذه الكلمة كم مرة تقولها لأخيك لابنك في المدرسة في العمل في الشارع أنت سبب كذا أنت سبب كذا سيدنا يوسف الذي تعرض لأذى كبير من إخوته كان من الممكن أن يموت في الجب عندما ألقوه في غيابة الجب كان من الممكن أن يموت على الرغم من ذلك وتعرض للسجن بعدها وتعرض لي يعني معاناة طويلة ولكن الله أكرمه قالوا ماذا قالوا له تالله لقد آثرك الله علينا فضلك الله علينا قال لهم كلمة رائعة جدا قانون إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين التقوى والصبر ولذلك عندما أراد أن يعني يفند ويحلل هذه المشكلة من جذورها التي نشأت بينه وبين إخوته قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إذن الشيطان هو سبب هذا البلاء هذا الشيطان أيها الأحبة الذي حذرنا منه القرآن وحذرنا منه النبي عليه الصلاة والسلام هو موضوع لقائنا اليوم نتحدث عن الطرق التي يحاول فيها الشيطان أن يضل هؤلاء الناس أيها الأحبة في مقالة نشرت على موقع CNN الأمريكي الشهير كشف فريق علمي ألماني أنه تمكن من تحديد كيفية عمل الجينات المسؤولة عن الهوية الجنسية لدى الفصائل المختلفة من الكائنات وذلك من خلال رصد تأثير جينات معينة تحمل اسم فوكس 12 هذه المجموعة من الجينات هي التي تدفع نحو ظهور المبيض لدى الإناث والتي يمكن في حال إزالتها تحويل المبيضات إلى خلايا ذكورية تصوروا هذا الأسلوب الذي اخترعوه حديثا لتغيير خلق الله طبعا الفريق العلمي الألماني قال إن الاختلافات بين الجنسين هي أصغر مما يظنه البعض على مستوى الجينات بل إن بإمكان العلماء تغيير جنس كائن يعني كامل من خلال تعديل جيناته بحيث تحول خلايا المبيض الأنثوية إلى خلايا تناسلية ذكورية طبعا هناك باحث اسمه روبين لوفلبيج هذا يعمل في المؤسسة الوطنية البريطانية للأبحاث العلمية يقول إن هذا البحث سوف يقلب مفاهيم الانتماء الجنسي رأسا على عقب لأنه يكشف عن إمكانية تغيير جنس المخلوقات بشكل كله حتى بعد تقدم هذه الكائنات في السن طبعا هذا الباحث قام بتأليف فريق علمي في لندن لمعرفة مدى إمكانية العلماء أن يقوموا بعملية عكسية أي تحويل خلايا الذكورة من خلال التلاعب بالجينات طبعا أيها الأحبة اليوم أنتم تشاهدون وتعلمون هناك الشاذين جنسيا العلم الحديث تمكن من القيام بعمليات معينة يمكن أن تقلب نوع هذا الإنسان من ذكر إلى أنثى أو بالعكس هذه العمليات التي يقومون بها أيها الأحبة هي بوحي من الشيطان لأنه تعهد بذلك الله تعالى قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى هذا هو خلق الله الشيطان يريد أن يخلط الأمور على البشر وتعهد بأنه سيأمر أتباعه أن يقوموا بتغيير خلق الله لذلك أيها الأحبة هذا الشيطان صدق على هؤلاء الأتباع له صدق عليهم ظنه فاتبعوه واستجابوا له وينفقون أموال طائلة بهدف تغيير خلق الله ويسمى ذلك ثورة علمية يعطونه اسم طبعا هذا الأمر له أضرار كثيرة لأنك أنت حتى لو غيرت الشكل الخارج لهذا الذكر ولكن في داخله هو هو ذكر سوف يعيش حياة مضطربة بين شكله وبين داخله وبالتالي كثير من هؤلاء يلجأون إلى الانتحار أحيانا كثير من هؤلاء الشاذين بل إن أكبر نسبة للانتحار بينهم وأكبر نسبة للعنف المنزلي أو لهذا العنف الشديد في العلاقات تجدها بين الشاذين لأنهم يخالفون فطرة الله طبعا أيها الأحبة هذه الآية يمكن أن نعتبرها من آيات الإعجاز العلم لماذا؟ لأنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن هناك شخص يستطيع أن يتخيل أن أحدا قادرا أن يغير خلق الله كيف يغير خلق الله؟ لم يكن هذا الأمر معروفا ولا مدروسا ولا محسوسا ولا أحد يتصور ذلك القرآن أنبأ عنه وتحقق بالفعل اليوم في أواخر القرن العشرين ونحن الآن في القرن الحادي والعشرين تحقق هذا الأمر وهو أحد الأساليب الخبيثة للشيطان أنه جعل هؤلاء العلماء ينفقون المليارات بدلا من إطعام الجائعين في الدول الفقيرة الذين يموتون جوعا بدلا من إنفاق المال على رفاهية البشر وإسعاد البشر وإطعام البشر ينفقون هذه الأموال الكبيرة جدا مبالغ طائلة ينفقونها بهدف العبث بمخلوقات الله بهدف تغيير خلق الله ما هي الفائدة؟ لا فائدة نهائيا مثل الأبحاث التي تحدثنا عنها آنفا إطالة العمر سميت أبحاث إطالة العمر مليارات صرفت دون أدنى فائدة لم يحققوا أي إطالة للعمر بل إنهم عندما حاولوا إطالة عمر الخلية تحولت إلى خلية سرطانية فأصبح لديهم مفعول عكسي وبالتالي وصل هؤلاء يعني كثير من العلماء وصلوا إلى نتيجة تقول بأن الموت هو النهاية الطبيعية للإنسان وينبغي إيقاف هذه الأبحاث العبثية التي ليس منها أي فائدة مجرد يعني إهدار لهذه الأموال التي البشرية بحاجة لها هناك أكثر من مليون شخص يموتون جوعا كل عام حسب إحصائيات الأمم المتحدة في دول مثل أفريقيا وغير ذلك لماذا؟ لماذا نترك هؤلاء يموتون جوعا وننفق هذه الأموال في سبيل تغيير جنس الإنسان أو نقل إنسان من جنس إلى جنس آخر فهذا هو أيها الأحبة معنى قوله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه أو هذا جزء من معنى هذه الآية أن الشيطان تعهد أنه سيضلهم ويأمرهم أن يغيروا خلق الله وبالفعل بدأوا يغيرون خلق الله وصدق عليهم إبليس ظنه النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة ما الذي يدعوه أصلا وهو يعني نبي كريم يريد أن يهدي الناس يريد منهم فقط أن يقولوا لا إله إلا الله أن يعترفوا بوجود خالقا للكون ما الذي يدعوه للدخول في هذه القضايا الدقيقة علميا لو تأملنا آيات القرآن العظيم أيها الأحبة نجد أن فيها حديثا واضحا عن موظم الاكتشافات العلمية اليوم ما الذي يدعو النبي عليه الصلاة والسلام للدخول في هذه المسائل وهو أهمه كانت دعوة إلى الله بل ماذا سيستفيد من ذلك وهو النبي الأمي الذي لم يعلم القراءة والكتابة ولم يكن لديه مراجع علمية لم يدرس على يد علماء من اليونان أو من الصين أو من الهند أو حكماء الهند أو كذا نبي كريم بلغت دعوة من الله هذه الأبحاث التي نطلع عليها اليوم وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام قبل أربعة عشر قرنا يشهد ويؤكد أنه رسول صادق في دعوته من الله تبارك وتعالى لم يأتي بشيء من تلقاء نفسه بل كل من عند الله قال سبحانه وتعالى قل يعني قل يا محمد عليه الصلاة والسلام قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أتميز عنكم بالوحي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا نسأل الله أن يتقبل منا هذا العلم وأن يجعل فيه النفع والخير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته